مساء الخير الأمن قبل السلسلة أحيانا والشارع اللبناني مفتوح على تحركين سلمي وسلفي الأول تقوده هيئة التنسيق النقابية والثاني له أكثر من أب وأم من ولاية طرابلس إلى جمهورية عبره ففي السلسلة النقابيون يطوقون الوزارة والأخرى مجلس الوزراء لا يملك إلا الدعوة إلى الصبر الرئيس ميقاتي يطلو صلاة الاستسقاء المالي واللجنة الوزرية تناقش بما لا تملك ومن بين حفلة الكرة المتقاذفة من ملعب إلى آخر فجر وزير المال محمد الصفضي البحصة العالقة في مجاري السلسلة وأعلن للجديد أنه قدم أمام اللقاء الوزري في سرايا خطة مقسمة على خمس سنوات لكن المفاجأة أن خمسة وزراء من أصل سبعة رفضوها واستغرب وزير المال كيف يغدق الوزراء الوعودة على هيئة التنسيق ويناصرونها في مطالبها وهم يرفضون خطة الموارد المالية ويعترضون عند كل اقتراح تمويل يطاول قطاعا معينا ومعلوم أن الوزراء الذين حضروا اجتماع اليوم ورفضوا مقترحه الصفضي هم نؤولا نحاس، فادي عبود، مروان خير الدين، محمد فنيش، وبانوس مانجيان أما الذين وافقوا فهم وزير المال ورئيس الحكومة ولكن كيف يعطي ميقاتي إشارة خضراء على التمويل فيما يرفض وزيره نقولا نحاس الخطة نفسها إلا إذا كان رئيس الحكومة قد أجرى مناورة سياسية اقتصادية في الأمن لا مناورات واللعب أصبح على المكشوف وفيما تترقب صيدة جمعة الأسير غدا أعطى كل من الرئيس فؤاد السانيورا والنائب بهي الحريري غطاءا سياسيا ومذهبيا لحركة الشيخ الأسير وأصدر بيانا مشتركا رأيا فيها أن كلام السيد حسن نصر الله ينم عن استفزاز ونيات أو تحضيرات أو مخططات معدة لتنفيذ اعتداءات مسلحة على المدينة وأهلها بسبب حجج مفتعلة وفي البيان المشترك مزايدة على الأسير وأنصاره وتفوق على اللغة التحريدية التي يتبعها والحريري التي أوعزت إلى مناصريها قبل أشهر في عدم الصلاة وراء الأسير بعد الآن كموقف يبعدها عن الشبهة لا يستبعد أن توجه إليه الدعوة شخصيا ليقيم الصلاة في مجدليون على أن يحج الرئيس السنيورة للصلاة في جامع بلال بن رباح وعندئذ يكتمل الغطاء السياسي والديني لحركة هذا الشيخ التي عجزت الدولة عن تبليغه ورقة حضور واختصارا للمشكلات وردود الأفعال فأن مغفر حارة صيدة أصبح بإمكانه بعد اليوم إبلاغ قصر مجدليون بالرسائل المراد توجيهها إلى الشيخ الأسير